أهلا بكم زخم كبير وأحداث كثيرة شهدها العام 2022 على مستوى منافسات الرياضة العالمية نستعرض وإياكم أهم المنافسات الرياضية العالمية في جميع الألعاب والرياضات ولعل الحدث الرياضية العالمية الأبرز خلال العام 2022 كان تتويج المنتخب الأرجنطيني بلقب كاس العالم وذلك للمرة الثالثة في تاريخه راقصوا تانجو بقيادة النجم بأن المسي حصدوا لقب الغالي بعد فوزهم في النهائي أمام فرنسا بركلات الترقيح ليتوجى ميسي باللقب الذي كان يفتقده في مسيرته الأسطورية في أوروبا واصل العملاء الأسبانية ريال مدريد واصل سيطرته الأوروبية وتوجى بلقب دوري أبطال أوروبا وذلك للمرة الرابعة عشر في تاريخه بعد فوزه في النهائي على ليفربول بهدف نظيف في أسبانيا ينجح أيضا ريال مدريد في حصد لقب الليجة وذلك للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه حيث واصل مجموعة نقاط الفريق الملكية لـ 86 نقطة وبالفارق 13 نقطة عن برشلونة الذي حل ثانية وكان العام 2022 مميزا لأنجم الفرنسي كريم بنزيمة صاحب الأداء المميز خلال الموسم الذي حصد بفضله الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والمقدمة من مجالة فرانس فوتبو كما فز لعب الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا والمقدمة من الاتحاد الأوروبي للعبة يويبا وإلى الدور الإنجليزي الذي تويجا بلقبه العملاق مانشستر سيتي تويجا بعد فوزه وبعد منافسة شارسة على ليفربول حتى الجولة الأخيرة ليحصد سيتي البطولة وبفارق نقطة وحيدة عن الريتزا في ألمانيا واصل باين ميونيخ هيمنته على الدور المحلي حقق لقبه الثاني والثلاثين في تاريخه بعدما جمع سبع وسبعين نقطة ومقابل تسع وستين نقطة لبروسيا دورتومونت الذي حل وصيفها فيه إيطاليا يعود الأملاق ميلا يعود لمنصة التتويج مجددا وتويجا بلقب الكالتشو الإيطالي للمرة تسعة عشر في تاريخه بعد غياب عن التتويج دام لأحد عشر عاما في فرنسا تويجا نادي العاصمة بريس سان جورمان تويجا بلقبه الدور المحلي بفضل كتيبته المدججة بالنجوم بعدما جمع ستة وثمانين نقطة وبفارق خمس عشرة نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني في منافسات التنس للرجال استطاع الأسباني رافال نادال استطاع التتويج بلقب بطولة أسترائيل المفتوحة للتنس وذلك على حساب الروسي دانيال مادوذايفا كما استطاع نادال أيضا تتويج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزه على النيرو جي كاسبر رود بثلاث مجموعات مقابلة لا شيء أما في بطولة وامبلدون ليا التنس حقق الصربي نوفاك جوكوفيج حقق اللقب ذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على الاسترالينيك كاريوس بثلاث مجموعات مقابلة مجموعة واحدة وفي بطولة أمريكا المفتوحة ليا التنس تويجا الأسباني كارلوس الكاراز بلقب هذه البطولة وذلك على حساب النرويجي كاسبر رود في منافسات التنس لأسيدات تويجات الأسترالية أشلي بارتي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة وذلك بعد تغلبها على الأمريكية دانيالا كولينز بمجموعتين نظيفتين في منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اقتنصت البولندية إيجا تشوفو نعتك اللقب عقبة خطيها في المباراة النهائية عقبة الأمريكية كاكوغوف في بطولة وامبلدون المفتوحة للتنس استطاعت الكازاخية إلينا وايباككاينة حصد اللقب وذلك على حساب التونسية أونس جابر حيث انتهى اللقاء لصالح وايباكاينة بمجموعتين مقابلة واحدة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس توقيت البولندية إيجا تشوفو نعتك باللقب وذلك بعد تغلبها على تونسية أونس جابر بمجموعتين دون الرد وإلى منافسات كورة السلة ودورية السلة الأمريكية للمحترفين والذي عدوا الأبرز في العالم حيث تمكن فريق جولدن سيت ووريورز تمكن من اقتناص لقب موسم 21-22 بعد تفوقه على فريق بوستن سلتكس في المباراة النهائية كما تربعت اسبانيا على عرش أوروبا بعدما توجت بلقب بطولة أوروبا لكورة السلة وذلك للمرة الرابعة في تاريخها بعد فوزها على منتخب فرنسا بنتيجة 88-76 في النهائية الذي جمع ما بينهما في برلين أما في منفسات الكورة الطائرة شهد العام 2022 تتويج المنتخب الإيطالي شهد تتويجه بلقب بطولة العالم التي أقيمت في بولاندا وسوليفينيا حيث تقلب منتخب إيطاليا في المباراة النهائية على منتخب بولاندا بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد وإلى منافسات الفورميلا وان للسيارات حيث توج الهولندي ماكس فيرست هابن بلقب بطولة العالم وذلك للمرة الثانية على التوالي حيث جاء فوز فيرست هابن بلقب بطولة العالم قبل أربعة سباقات من نهاية الموسم وبذلك مشاهدين أسدل الستار على المنافسات الرياضية التي شهدها العام 2022 الذي كان مليئا بالأحداث المهمة في جميع الألعاب على مستوى العالم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة